وقد اجتماع الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والدوليين الاجتماع بحث مدى التقدم في حجم مشاريع التنمية المتنوعة التي تم إنجازها من خلال شراكة الفعيلة التي تجمع الحكومة الموقرة وموئل الأمم المتحدة تفاصيل أوفاء في هذا التقرير اجتماع جاء ليأتي على ذكر ما أنجز وترتيب أوراق الأجندات المعنية لما يراد إنجازه في قادم المحطات التابعة لبرنامج المستوطنات البشرية الموئل هذا البرنامج الذي يعنى بوضع اللبنات الأساسية للتوسع الحضري المستدام داخل كيان الدول التي قد تقف المعيقات حاجزا أمام الوصول نحو أهدافها التنموية الشاملة يأتي اجتماع هذا اليوم مع فريق برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية لتكريس وتكثيف هذه الشراكة لسيما الاستفادة من الخبرات الدولية لهذا البرنامج العريق وانعكاسه على التنمية الحضرية في مملكة البحرية شراكة طويلة الأمد تجمع البحرين ببرنامج موئل للأمم المتحدة شراكة استندت على حقيقة ما تقدمه المملكة من دعم مستمر لأنشطة برنامج المستوطنات البشرية أينما كانت ولعل النموذج الفلسطينية خير مثال حيث لعبت البحرين من خلال تسهيلاتها دورا حاسما في تعزيز وجود موئل الأمم المتحدة وأنشطته في فلسطين الشراكة مع البحرين هي في غاية الأهمية على جميع المستويات وهذا ما يعكسه موفور الدعم الذي قدمته البحرين لدولة فلسطين من أجل أن تستمر الأخيرة في القيام بأنشطتها التنموية على الأصعيدة كافة الجائزة التي حصل عليها صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة تستدل من خلالها على عظيم الجهد الذي يقوم به سموه والمتعلق بنشاطات التنمية المستدامة حقيقة شعب الفلسطيني وخاصة في هذه المرحلة يعاني الكثير الكثير وبحاجة لكل دعم وإسناد حتى يستطيع أن يستمر في حياته الطبيعية وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمارس من قهر وتنكيل من الاحتلال الإسرائيلي شكل الشراكة بين البحرين وموئل الأمم المتحدة هو درس يستفاد منه وأنموذج مشرف ستعرض مضامينه على طاولة المنتدى الوزاري العربي حول الإسكان والتنمية الحضرية الذي ستحتضنه القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إلى جانب مؤتمر الموئل الثالث الذي ستشهد انعقاده جمهورية الإكوادور في أكتوبر من العام القادم اجتماع وضع الخطوط العريضة لتكوين أفضل التصورات التي ترسم الطبيعة التحفيزية لمستقبل المستوطنات البشرية ليكون بإمكان بيئتها ملامسة عناصر الشمول والأمن والمرونة بالشكل الذي قد ينسف الشكوك حول مقدرتها في المضي قدما نحو تحقيق أهداف تنميتها المستدامة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات